موسيقى السلام عليكم حاول رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم التزام سياسة الحياد والنائي بالنفس عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى والذي يدور الجزء الأكبر منه على أرض العراق إلا أن ميل الكاظم للحياد لم ينجح في ظل اتهامات متكررة يواجهها بالانحياز للجانب الأمريكي ترافقها ضغوطات من قبل سياسيين وفصائل ميليشيوية مسلحة للمضي قدما في ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق سياسيين اعتبروا أن الهجمات التي تتعرض لها المصالح الأجنبية في العراق ينبغي أن لا تدفع حكومة الكاظم إلى اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة بل عليها أن تتخذ قرارات من شأنها الحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة صراع لدول محيطة به في إشارة واضحة إلى إيران من جنبه أكد الرئيس الحالي برهم صالح ضرورة تقفيف التوترات في المنطقة والتزام العراق بالناء عن الصراعات ورفضه أن يكون البلد ميدانا للنزاعات بينما أكد مراقبون لشأن العراقي أن حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأمريكيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياة الذي من أسبابه النفوذ الإيراني في العراق الذي بات يأخذ أحد أشكال الانتداب الحكومة الحالية والميليشيات وكذبة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية هذا ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما هي العوامل التي جعلت العملية السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 أداة لتحويل الساحة العراقية إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية وهل يستطيع العراق كما يدعي الكاظمي وفي ظل العملية السياسية وأقطابها وقواها الطائفية متعددة الولاءات أن ينأى بنفسه ويبتعد عن الصراعات والتجاذبات وهل تدرك واشنطن ضعف الحكومة وطبيعة ولائها لذلك تستمر بمطالبتها بحماية البعثات الدبلوماسية أم أن صورة الحال في العراق غائبة عنها وهل وجد أبطال تشرين صدى لرفض الوجود الإيراني والاحتلال الأمريكي بكل أشكالهما لدى الحكومات الطائفية المتعاقبة على حكم العراق وما هي الحلول المطلوبة لإنهاء هذا الوضع الخطير الذي ينزلق إليه العراق يوما بعد آخر ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي لا يدور صراع في الشرق الأوسط إلا والعراق جزء منه وفيه مركزه لموقعه الاستراتيجي الكبير وثرواته الضخمة وعراقة تاريخه فهو موطن الحل والعقد في المنطقة بقي العراق كذلك مركزا للقرار ولكن بآمر دولي ومنفذ محلي ساهم في جعل البلاد جغرافيا مستباحة تتنازعها القوى الدولية بعد عام 2003 مجلس بريمر البذرة الأولى لشجرة الشؤم والخراب الذي حل بالعراقيين حيث نشأت العملية السياسية باجتماع أحزاب وأفراد متعددي الولاءات متعطشين للمناصب متحمسين للفساد والإفساد فلا شكل إدارة عرفوا ولا معنى الدولة فهموا دمروا البلاد على المستوى الداخلي وأوقعوها فريسة الحاجة إلى المشغلين الخارجيين أمريكا وإيران شركاء احتلال العراق دب بينهم النزاع على أوسع النطاق بعد تفاهمات سابقة على إدارة العملية السياسية الخلاف اشتد وثم تتغيرات طرأت على المنظومة الحاكمة فبعد عام 2014 ظهرت الميليشيات لاعباً أساسياً وولدت أحزاب من عباءة الحزب الواحد الممثل بحزب الدعوة وعادت أمريكا لجر بساط المنظومة الحاكمة في بغداد لناحيتها بعد أن كادت إيران أن تتفرد بالجلوس عليه في عهد إدارة بارك أوباما كل هذه المعطيات جعلت العراق في قلب أي عاصفة إقليمية وأقحمته في كل نزاع أمريكي إيراني رغم حاجته الماسة إلى النأي بالنفس لمداوات جراحه بعد نكباته ومصائبه لكن تبعية العملية السياسية المزدوجة للخارج تجر الشعب العراقي إلى دوامة الصراعات وتضعه بين مطرقة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل وسندان الفساد الداخلي وعليه فإن أي حلول من داخل الصندوق السياسي الحالي مصيرها الفشل وخيار النجاة الوحيد هو نظام سياسي جامع ينبثق من إرادة الشعب الذي مثلت له ثورة تشرين طوق النجاة إذا المشاهدين الكرام نناقش في برنامج طاولة حوار الحكومة الحالية والميليشيات وكذبة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية نرحب بالدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب أهلا بكم دكتور وأيضا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب أيضا أهلا بكم دكتور عبد الحميد وسينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية أبدأ معكم دكتور رافع يعني بعد احتلال العراق عام 2003 لا يجري الحديث عن صراع في المنطقة إلا وذكر العراق بكل تفاصيله هل يعود ذلك إلى مركزه الجيوسياسي الذي صار رخوا بفعل الاحتلال وثرواته المباحة بفعل الفساد والفاسدين وأيضا تعظم الأطماع أم تعتقد أن هناك ربما أسباب أخرى تتعلق برؤية القوى الخارجية ومشاريعها بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ محمد أحيي أضيفك كرام أولا بداية ما أوردت من أسباب في سؤالك هي صحيحة ومنطقية وموجودة الحقيقة لكن أضيف عليها أن العراق منذ عام 2003 عندما تم احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع إيران وبالتخاذه مع إيران في البداية والتعاون معها شكلت نظام ما يسمى بالنظام في العراق ما يسمى بنظام الحكم في العراق أو السلطة في العراق وفقا لما أقصده العملية السياسية بكل قواها كل أحزابها كل شخص كل الميليشيات التي تدعمها شكلت وفق محاصصات مثل ما هو معروف طائفية وأثنية هذه القوى من البداية قوى مملوكة لقوى خارجية ليست عراقية التفكير والنواية والإرادة هذا واضح كان من البداية بأحزابها وبكل قواها جاءت وهي ولااءات متعددة للخارج وليس للعراق وأضيف على ذلك وهذه من النكبات الكبيرة كانت تملك يعني تحمل أحقاب ضد العراق والعراقيين وما زال هذه الأعقاد ظاهرة لأصباطع السنة تدلل على كلامي هذا هذا كلام ليس من باب الوصف لكن هذا كلام مواقع أصباطع السنة ما جرى على العراق يثبت هذا الحال نعم دكتور فبالتالي هذه القوى التي ولا آتها خارجية ولا آتها لقوى خارجية لا يمكن أن تكون إرادة تمتلك الإرادة في كل حكومة في كل سلطة في الدنيا في كل دولة في الدنيا في كل حكومة في الدنيا تمتلك إرادتها وإرادتها نابع من وطنها من شعبها هذه لا تمتلك هذه الإرادة فبالتالي استقلال غير موجود سيادة غير موجودة هم يتحدثون عن هذا يعترفون بهذا يقولون أن استقلالنا غير ناجز وسيادتنا غير موجودة هم يقولون لحد الآن بعد 11 سنة فمن لا يمتلك الاستقلال ولا يمتلك السيادة لا يمتلك الإرادة لا يمتلك القرار فبالتالي قرارهم ليس بيدهم ليس عراقيا ليس وطنيا هذه السلطات التي تحكم العراق من الميليشيات وغيرها فبالتالي العراق صار ساحة مستباحة لكل هذه القوى التي تحكمها وبالذات المحتلين الأساسيين أمريكا وإيران اللي تعاونوا وتخادموا منذ الاحتلال الآن ربما نشهد بينهما مناكفات نشهد بينهما تصعيد قد يصل إلى ضربات معينة هذا شيء آخر لكن حقيقة واقع الحال هم تخادموا وإيران خدمت الاحتلال ودفعت بهذه القوى لكي تعمل مع الاحتلال وتحت مضلة الاحتلال تم بناء العملية السياسية وكتابة هذا الدستور وتبني هذا الدستور وليس كتابته لن كتبه في أمريكا لكن تبني هذا الدستور المسخ والمضيف هذه العملية والمضيف الفساد والمضيف ضعاف العراق ودفع إلى الهاوية هذا واقع الحال فبالتالي قرار العراق لم يكن مبنيا بإرادة الوطنية سيؤدي بالنتيجة إلى أن العراق سيتحول إلى ساحة مفتوحة لكل هذه القوى لتفرض إراداتها عليه فبالتالي أي صراع يحصل منذ 17 سنة لحد الآن في المنطقة إقليميا دوليا يؤثر على العراق طرف فيه لأن العراق ساحة لهذه الصراعات كل القوى تتحكم به وكل القوى تلعب على الساحة العراقية ما عاد العراقيين أهل العراق يعني لا يمكن اعتبارهم هم لا يعتبرونهم رقما في هذه المعادلة وفقط وقود لهذه الحروب وهذه الصراعات الموجودة على أرض العراق سأعود إليك في وقت لاحق أنتقل إلى الدكتور عبد الحميد العاني دكتور في ضوء ما تفضل به الدكتور رافع ما هي العوامل التي جعلت العملية السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 يعني أدات لتحويل الساحة العراقية إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لجميع مشاهديكم وللأساتذة الضيوف إذا عرفنا من الذي أسس هذه العملية من الذي جاء بها فسيجاب على نسب السؤال وإذا عرفنا ما هي الأسس التي قامت عليها هذه العملية السياسية سيجاب عن السؤال أو بقية السؤال بالتأكيد الكل يعلم أن الذي فرض هذه العملية هو الاحتلال الأمريكي فهي نتاج وليد هذا المشروع مشروع الاحتلال بل هي ربما نستطيع أن نقول بشكل أدق هي الواجهة السياسية هي صفحة السياسية لبعذة الاحتلال والاحتلال حينما جاء إلى العراق وجاء بمشروع معلن وهو تدمير العراق تدمير العراق من عدة جوالب سواء كان سياسيا واقتصاديا وحتى زعزعت استقراره ولحمته الاجتماعية لذا هذا انعكس على من جاء به الاحتلال لفرضه على هذه أو تنصيبه كأذات لتنفيذ هذه العملية السياسية هنا تلاقت مصالحه هذا صاحب المشروع الأساسي أمريكا وشركائه طبعا إيران وغيرها كما ذكر الدكتورة قبل قليل ومصالح الأدوات هذه الأدوات التي جاءت محملة بأحقاد وأطماء أحقاد تاريخية وأطماء اقتصادية وبنية العملية السياسية على مبدأ أساسي وهي المحاصصة لذا رأينا هذه الأدوات بناء على هذه المحاصصة تنشغل في مناكفاتها فيما بينها وفي صراعاتها على فسادها وتترك الساحة خالية أمام أصحاب المشروع الأساسي الأصحاب المشروع الأساسي ولأن هذه العملية السياسية هي جزء من مشروع احتلال كبير فرغ العراق من قراره السياسي الوطني وأخلية الساحة من جيشه وبعد الجيش الوطني الحقيقي العراقي الذي يحمي هذه الساحة وانشغل العراق بصراعات داخلية وفتن وإثارة فتن وغير ذلك فكان من الطبيعي أن يكون شركاء الخارجيون أصحاب هذا المشروع الذين يستعون لتحقيق مصالحهم وربما مناكفاتهم أن يجدوا الساحة فارغة فلا يجد أحد يمنعهم لأي دور أو لأي صراع في العراق لا هناك حكومة وطنية لا سيادة عراقية لا جيش عراقي لا قوى وطنية تستطيع أن يكون لها الكلمة لأن كل قرب فلذلك باتت الساحة فارغة لمثل هؤلاء وتمكن هذا هؤلاء في تنفيذ الصراعات سعود إليك في وقت لاحق ولكن دعني أنتقل إلى دكتور قحطان الخفاجي دكتور قحطان كل هذه المعطيات جعلت العراق في قلب أي عاصفة إقليمية وبالتالي يعني أقحمته في نزاع أمريكي إيراني لكن هنا هل يستطيع العراق أن ينأى بنفسه ويبتعد عن كل هذه التجاذبات حيالله القناة وحيالله حضرتك والأساعدة الحضور والجمهور الكريم الأسب الشديد العراق بعد أثناء ثلاثة لم يعد يمتلك قراره درجة أولى أثنين هو جزء بسيط تابع في مجمع التفاعلات الإقليمية والدولية نعم ومن هات إن الحقيقة إن العراق غير قادر لاحل أن يتخذ قرارا ينأى بنفسه عن الأحداث ولا قادر أن يكون يملك شيء من الفاعلية إن دفع في هذه التفاعلات إذن في الحالتين العراق سيكون جزء من الكيفية التي يرغب الآخرون أن يسيروه وأن يوضعوه بمعنى أن العراق غير قادر أن ينأى بنفسه وهل قادر أن يقدم شيئا إيجابيا فعليا ينفع العراق كعراق أو يكون دور إيجابي في المنطقة لأن الحقيقة كما هي واضحة وما كما تفضل الأستاذ من قبلك العراق خرج نفاق المقاييس المنطقية للدولة الفاعلة طيب دكتور رافع يعني كما تعرفون الشعب العراقي منذ 11 سنة هو في موضع يقع إما في حروب خارجية وإما صراعات داخلية لكن هنا إذا تحدثنا عن العلة عن السبب هل يعود السبب في ذلك إلى ضعف الشعب العراقي وفرقته وضياع الرؤل لديه أم لقوة وقدرة السلطات الحاكمة على العراق على أنه قد أجبر الشعب على هذا الحال أولا نبدأ يعني من نهاية سؤالك أستاذ محمد ووجيب هذه السلطات التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن هي أضعف بكثير مما يتوقع الكثير ضعيفة إلى درجة وهي مملوكة لقوى خارجية مثل ما تحدث الأساتذة ومثل ما هو معروف وهي من تحميها لكن الشعب العراقي الحقيقة شعب صامد وشعب كبير وشعب عظيم وشعب مضحي يعني لو عدنا إلى بدايات الاحتلال من عام 2003 والسنوات التي تلت من بعدها قاوم الشعب العراقي هذا الاحتلال بكل جبروته قاوم الولايات المتحدة التي تملك أقوى جيش في العالم وأقوى تسليح وأقوى قدرات لوجستية وأقوى خدمات وأقوى اقتصاد الدولة رقم واحد بالعالم ولا يعني منافسة لها ومعها بريطانيا ودول كثيرة بالعالم قاومها الشعب العراقي المقاومة العراقي قاومتها بأسلحة بسيطة وخفيفة وكان الشعب العراقي خارج لتوى من حصار لم يخرج كانت يعني استمرارا للحصار 13 سنة من الحصار اللي أنهق كل قوى الحقيقة كل مفاصل العراق كانت قد تخلخلت وأنهكت بفعل الحصار 13 سنة من الحصار كان حصار قاسي يعني تقصد البشر والحجر فقدنا خلال الحصار أكثر من مليون مواطن عراقي نصف مليون من الأطفال ونصف مليون آخر من الشيوخ والكبار والأمراض والعراق كان في سرطانات وأمراض وحصار اقتصادي وجوع وفقر هذا كل العراق كان لم يخرج منه وجاء الاحتلال لكن مع ذلك هذه الشعب العراقي قاوم ببسالة ولقنا المحتل الأمريكي روسا كبيرة يعني القوى الوطنية العراقية الشعب المناظر قاوم ومعروفة مقاومته ليس مثل ما يدعي عسن نصر الله الآن ينسبها إلى الفصائل الشيعية معروف يسميها فصائل الإيرانية الولائية هذه كذبة كبيرة وتاريخ مزور ولا أحد يعني يعتبر به ولا أحد يسمعه لكن حقيقة الشعب الذي قاوم وقدم التضحيات في مدن معروفة هذا جزء من نضاله الشعب هذا قوي ولكن تعرض إلى ويلات كثيرة هذه القوى تكالبت عليه طبعا 17 سنة ميليشيات وقوى خارجية وقصف ودنبرت مدنه وهجر أهله وصلنا إلى فترة من الفترات عدد المهجرين داخل العراق 6 ملايين المهجرين خارج العراق أكثر من 6-7 ملايين مواطن الآن عددهم ربما يزيد عن 10 ملايين عراقي غادروا العراق كفاءاته تم استهدافها قتل ذبح هذا كله أضعف قدرات العراق إضافة إلى شعة الفكر الطائفي الميليشيات التي سيطرت على الصحة هذه كلها قيدت الشعب العراقي قيدت مع ذلك خرج بتظاهرات قوية قام اعتصامات ووجوبها أيضا بالسلاح والنار وآخرها ثورة تشرين هذا الشباب الجميل اللي يواجهه بالرصاص فلذلك لا يمكن أن نحمل الشعب العراقي مسؤولية ما حصل رغم أن البعض يلوم الشعب العراقي أنه ساكت على هذه الطغمة وعليه أن يوحد قوى وهذا مطلوب فعلا أن يوحد قوى بموجة كبيرة وينهي كل هذه المأساة لأنه لا أحد ينهي هذه المأساة إلا الشعب العراقي لكن هناك عوامل كثيرة هناك قوى إقليمية ودولية أدت إلى هذا الوضع أدت إلى أن يكون العراق ساحة مفتوحة ساحة مهيئة لصراعات ولأطماع هذه القوى الأقليمية والدولية وهذا ما مطلوب من مشروع الاحتلال مشروع الاحتلال جاء هذه الأجندة حقيقة نعم دكتور عبد الحميد نتحدث عن النائب بالنفس في حالة نشوب صراع في المنطقة تكون إيران أحد أطرافه تعتقد أن الميليشيات الحاكمة في العراق ستكتفي بموقف المتفرج وبالتالي تلتزم بطروحات النائب العراق عن أي صراع كما يدعي الكاظمي طبعا بالبداية لابد أن أضح شيء وهو ذكرناه سابقا أكثر من مرة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لو لا هذا الاتفاق لما تحقق الاحتلال وهذا يجاهر به كل الطرفين وأما الخلافات بينهما فهي خلافات كما ذكرت أكثر من مرة هو صراع نفوذ لا وجود فهذه المسألة مسألة الثانية كلا الطرفين يفرق بين الملفات المتفرقة فبينهما ملفات مشتركة وبينهما ملفات مختلف عليها وهم يدركون جميعا أين يختلفون وأين يتفقون القضية العراقية هنا تحديدا حتى يعني نصحح أو نربط بالأساس الحلقة أو موضوع الحلقة الموضوع العراقي تحديدا القضية العراقية هم متفقون على احتلال العراق على تدمير العراق لكن صراعهم على العراق على الأرض العراقية من أجل بلفات ثانية يعني ليس لذات الملف العراقي وإنما للملفات ثانية وعلى رأسها الملف النوم نأتي الآن إلى الموضوع الآن اللي سألت جنابك وهو هل هذه الأدوات الميليشيات تستطيع أن تنفذ أن تنأى أن تلتزم الواقع يقول غير ذلك وهذا ما يتبجح به القادة الإيرانيون بأن هذه الميليشيات هي تابعة له وأيضا هذا الأمر لا يستحي منه قادة هذه الميليشيات بأنهم يجاهرون بولائهم لإيران وهذه الميليشيات التي تأسست ورعيت ولا تزال تأتمر بأوامر إيران هي مجرد أدوات لتنفيذ هذا المشروع الإيراني في التحجير الطائفي في التغيير التركيبة السكانية في الصراعات أحيانا حتى على مستوى إقالته هذا من منصبه وتنصيب بولانين على مستوى مدير ناحية ومحافظة في الصراعات الداخلية أو المشاكسات الداخلية فضلا عن ما أشار له الدكتور رافع قبل قليل وهو أن هذه الأدوات هذه الميليشيات كان لها أكبر الأثر دور في تنفيذ طبعا طاعة لإيران في تنفيذ المشروع بشكل عام لا ننسى هي دورها الكبير هذه الميليشيات في محاربة المقاومة العراقية في محاربة القوى الوطنية العراقية إذن قضيتي تنأى بالنفس لا تنأى هي ليست عراقية حتى نقول أنها تنأى أو لا تنأى هي جزء من انحياز لهذا الطرف الطرف الإيراني فهي أداة منفذة مؤتمرة بأوامره دكتور قحطان يعني مراقبون يقولون أن موضوع ميل الكاظمي للحياد لم ينجح في ظل اتهامات متكررة يواجهها بالانحياز للجانب الأمريكي ترافقها أيضا ضغوط من قبل سياسيين وفصائل ميليشيوية مسلحة للمضي قدما في ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق ما دقت هذا الطرح دكتور؟ أخي العزيز المثأة الحياد أو الموقف الحياذي هذا قرار له مستزامات يجب أن تتوسر حتى يمكن بمقدور الذي يتخذه أن يتخذه كما هو بالضبط حال قرار الذي يذهب باتجاه العمل واتجاه السعر بأي حجمين كان يحتاج مسلزمات وبالتالي كاظمي بطبيعة العملية السياسية القائمة هي صنيعة في الأساس صنيعة أمريكية بعد تغربنا الاحتلال أمريكي والعملية السياسية وضعها نوح فريدمان بشكل حقيقي والواجهة كان برايمر بالوجه الآخر أن إيران استطعت أن تحظى بفاعلية كبرى وبتأثيرا كبيرا عن طريق الفصائل المسلحة وبالتالي هناك إرادتان هي التي تتطرحان في الشارع العراقي إرادة أمريكية التي احتلت العراق والتي هيئت الأمور لما قامت إليه وإرادة إيران التي تذهب باتجاه زيادة فاعلية في المنطقة كاظمي عندما جاء الحكومة لم يأتي من خارج هذه العملية فهو شخصية أمريكية في الأساس كحالة معروفة وأيضا كان جزء من العملية السياسية القائمة إذ كان شخص الأول في الموضوع الأمني في العراق والمقابرات إذن هو صنيعة هذه التناقضات وبالتالي هذه التناقضات هي لذاتها بقدر ما هي نتيجة إلى سعر الأمريكا وإيران على عدد سواء وبالتالي أي ازعاء من كاظمي أو سواء من أطراب العملية السياسية بأن ينقى عن نفس بنفسه عن الأحداث هذه كذبة يكذوها عن نفسه قبل غيره ومن يصدقها فهو كمن يصدق بشيء لا معقول إذن لا أتوقع لحكذا دعوات أن الحياد يتأخذه سبيلا الكاظمي لا أتوقع له أن يأخذ مجالا تطبيقيا حقيقيا ولعل الأسباب كثيرة أساسا هي أن الصراع بين القوتين أمريكا وإيران كما قلنا هي باتة لعبة صفرية وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك عملية مساومة وموقف حياد يجب أن يكون أما مع الطرف ألف أو مع الطرف باء دكتور رافع سأناقش معكم موقف الحكومة الحالية في موضوع النائب النفس نحن تحدثنا وتحدث الدكتور عبد الحميد العاني وتكلمنا عن موقف الميليشيات والنائب النفس ولكن سأناقش معكم موقف الحكومة في مسألة النائب النفس نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم اشتركوا في القناة وكذبة النائب النفس عن الصراعات الإقليمية والدولية وأجدد الترحيب الدكتور رافع الفلاحي الدكتور عبد الحميد العاني والدكتور قحطان الخفاجي دكتور رافع هل يستطيع العراق فعليا كما يدعي الكاظمي وفي ظل العملية السياسية وأقطابها وقواها الطائفية المتعددة الولاءات أن ينأى بنفسه وبالتالي يبتعد عن هذه الصراعة والتجاذبات لا أبدا أستاذ محمد يعني مثلما تحدث الأساتذ الواقع الحال يعني هذه الحكومة يعني نرجع إلى الأساس ما شكلها هذه الحكومة يعني في أي أطار شكلت هذه الحكومة هذه الحكومة شكلت القوى الميليشياوية الحاكمة للعراق وهي اعترفت بذلك وقيس القزعلي وغيرها وقفوا على المنصات وقالوا نحن من جئنا به يعني وبالتالي هو الآن يتحدث أنه جاءت به ثورة تشري إنها كذبة كبيرة خارج السياق التاريخي وخارج السياق العملي حقيقي لكن هذه القوى جاءت به لكي يستطيع أن ينفذ سيناريو يحافظون به على العملية السياسية التي تعرض للاهتزاز الأرض تحت تهتز بفعل ثورة تشري بفعل عدم قدرتهم على الإنجاز بفعل الظروف السيئة التي مر بها الشعب العراقي بعد 17 سنة الظروف التي يمر بها العراقي فبالتالي هذه الحكومة مشكلة من الميليشيات فهي تأتمر بأوامر الميليشيات والأمثلة كثيرة على هذا يعني كم الرص الرحل الكاظمي بأنه لن يسمح لذي الميليشيات ولن يسمح بالسلاح المنفلت والقبض على 14 واحد من الميليشيات وبلحظة واحدة جاءوا بهم إلى دائرة مكافحة الإرهاب وإذا بالميليشيات تخرج وتدخل للمنطقة الخضراء وتحاصر دائرة الإرهاب وتخرجهم وتصورهم وهم يدوسون على صور القادة العام قوات المسلحة اللي هو مصطفى الكاظمي بالأقدام هذه حقيقة وبالتالي كذبت أنه سينقى بالعراق هو لا يمتلك القرار هو لا يمتلك القرار القرار بيد هذه الميليشيات وهذه الميليشيات ولائية تابعة لإيران ومثلما يعني قال دكتور أخي الدكتور عبد الحميد قبل قليل هي ليست عراقية لكي تنأى أو لا تنأى هي إيرانية هؤلاء الذين يحكمون العراق لا يتحدثون بلسان أهل العراق ولا ولا يحسون بمصائب الشعب العراقي وليس لهم علاقة بأمال الشعب العراقي وبإرادة هذا واقع الحال هؤلاء تحدثون بلسان غيرهم ويفكرون بعقلية غيرهم فبالتالي تصرفهم مرهم بإرادة وبقرار خارجي وهذه الحكومة مملوكة لهم وهي تحت إمرتهم الكاظمي مجرد واجهة واجهة يعني رثة واجهة ضعيفة جدا الحقيقة يستطيعون أن يهددوهم يهددوا ليلة نهار من المنابر ولا يستطيع أن يرد عليهم دعكة من هذه الجولات التفتيشية ما أعرف شنو الاستعراضية ومجموعة الإعلامين الذين يدعمون هذه كذبة كبيرة هذه الميليشيات هي الحاكم للعراق الفعلي هي من تتصرف بالعراق وهذه إرادتها وتوجهاتها وفكرها وخططها مرتبطة بإرادة خارجية إيرانية فبالتالي هذه الحكومة ولن تستطيع أن تنعها وما هي الأدوات التي تملك لكي تفرض حيادها على الآخرين هذه كذبة كبيرة دكتور عبد الحميد في ظل استمرار فرض العقوبات الأمريكية على إيران بسبب أنها من الدول الرائعة للإرهاب وأيضا بسبب برنامجها النووي هل تعتقد أن باستطاعة الميليشيات الطائفية التي تحكم العراق القيام بأفعال مؤثرة تؤدي إلى إعادة واشنطن التفكير باستمرار عقوباتها ضد إيران يعني ما يتعلق بالاستطاعة والتأثير على أمريكا أولا نقول أن هذه الميليشيات أولا هي تعرف حجمها الحقيقة والجميع يدري ويفرق بين الجعجعات الإعلامية التي لا يراد منها إلا صناعة استعراض إعلامي وبين الواقع الحقيقي لهذه الميليشيات التي لا يتعدى دورها عن إطلاق بعض الصواريخ هنا وهناك التي نالت من دماء الشعب العراقي المدنيين الأبرياء وإلى الآن لم نجد لهذه الجعجع العلامية وهذه الصواريخ الكاتيوش التي يبالغ عليها على أي تأثير على القرار الميلي هذا من جانب الجانب الآخر الناحية الاقتصادية العقوبات الاقتصادية الأمريكية وهذا يتعلق بما قلت قبل قليل التعدد الملفات أمريكا معاقبة لإيران في ملفات عديدة لكن في الجانب العراقي هي سمحت لإيران أن تتخذ العراق ممرا لتغذية اقتصادها وتنفيذ مشاريعها الاقتصادية والترقيع على هذا الجانب لذا هنا نأتي إلى هذه الميليشيات التي ليس لها دور حقيقي ولا استقاعة ولا إرادة ولا تأثير حقيقي على الوجود الأمريكي والقرار وأي قرارات أمريكية لكن دور هذه الميليشيات ما هو؟ هي حماية هذا الملف ملف الاقتصاد الإيراني في العراق تقوم هذه الميليشيات بتنفيذ هذا الفساد تنفيذ هذا الامتصاص للدماء لأموال العراقيين حماية الفاسدين حماية الحكام السياسيين الفاسدين الذين يمرون هذه الصفقات الإيرانية والعقود الإيرانية والملايين من المليارات من العقود الوهمية وغيرها هذا هو دور الميليشيات الإيرانية التي قال عنها الدكتور قبل قليل إيرانية الهوى نقول إيرانية الهوى والهوية دكتور قحطان حكومة الكاظمي تدعي أنها حريصة جدا على موضوع توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية في العراق بشكل خاص طبعا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ولكن عمليات الاستهداف وأيضا استهداف مواقع مهمة من قبل الميليشيات يعني نراها ما زالت مستمرة هل أن واشنطن يعني لا تدرك فعليا ضعف الحكومة ولا تدرك طبيعة ولائها لذلك تستمر بمطالبتها بحماية البعثات الدبلوماسية أم تعتقد أن يعني صورة الحال في العراق غائبة عن واشنطن أظن السؤال لي لأنه يعني دكتور السؤال لكم السؤال البداية لا يكون لي واضحا إذا أممكن إعادة دون زحم عليك دكتور حكومة الكاظمي يعني تدعي أنها حريصة على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية خاصة يعني السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء لكن عمليات الاستهداف وأيضا استهداف المواقع المهمة ما زالت مستمرة هل أن واشنطن لا تدرك فعليا ضعف الحكومة وطبيعة ولائها لذلك نلاحظ أنها تستمر بمطالبتها بحبانة البعثات الدبلوماسية أم تعتقد أن صورة الحال في العراق غائبة تماما عن واشنطن بالتأكيد أمريكا تدرك حقيقة الحكومة العراقية وقدراتها وتدرك حجم فاعلية الصصائل وعدم توقفها من استهداف السفراء الأمريكية أو أي هدف آخر دولي في العراق نعم ولكن هكذا طلب بالتأكيد يأتي من سياق العام البوتوكولي يعتبر أن حماية المنشآت الأجنبية في البلد غالب ما يكون على مسؤولية الدولة فيما خارج نطاق الحيز المكاني حصرا للسفارة هذا حالة حالة أخرى أن ذلك يعد جزء من عملية تبركة لكي تعطي الأمريكا كل مضارات وكل الحلول قبل أن تتأخذ حلا معيرا قد يكدور في خلزها فإذا ما بدرت إلى شيء ما نيابة عن حكومة عراقية قد يقل لها لماذا لا تستجع الحكومة العراقية التي تتعلم بهذه المهمة فعندما يتم تتعالي حكومة العراقية بها كذا مهمة ويتعرف أنها لن تقوم بشيء من ذلك ستكون عندها في حل من أي فعين آخر يحمي ذاتها واحد اثنين طلب من الجانب العراقي وجزء من التحالف الدولي وبالتالي التحالف الدول الآن قد يطلب من أحد أطراف أن يقوم بعمل معين لحتواء حالة خاطئة ولكن عندما تتماد تلك الحالة الخاطئة أمام قدرات الفرد أو خدمات الطرف المعين التي تعرف الدولي قد يأتي التحالف الدول بفعل ما بهذا الاتجاه ولعل ما قام به بعض الاستهدافات في مواقع عسكرية وحتى إلى أشخاص شخصي سليماني ومهندس كان من ما يسمى بجهد دولي إلى حد المعين لأنهما بحسابات المجتمع الدولي وحسابات أمريكية على وجه تحديدهم أطراف من أطراف حالة اللا أمن في المنطقة وحالة التي هي أطراف للإرهاب إذن هذا الطلاب هو منطقي يتوافق مع بروتوكالات يمكن أنه تكيكي إلى حد المعين يمكن أن يوظف لاحقا بأي فعل أمريكي يكون أمريكا دكتور رافع الميليشيا الحاجد تقول إن أداء حكومة الكاظمي بشأن التوتر بين الفصائل الميليشياوية وبين الولايات المتحدة غير مرضي بالنسبة لهم ويطالبون بإخراج القوات الأمريكية بحسب تصويت البرلمان الحالي قبل عدة أشهر لكن السؤال الجدلي الذي يطرح هو من الذي جاء مع الاحتلال وألبسهم اللباس الشرعية أليس الميليشيات وقادتهم الحقيقة هذا الطلب يعني يتعلق بإيران يعني هذا يتعلق بهذه المناكفات بهذا الصراع الذي يسمونه صراعا إيرانيا أمريكيا هذه لعبة عض الأصابع اللي جاري على الساحة العراقية بين أمريكا وإيران واللي يدفع ثمنها شعب العراق ومنها هذه الصواريخ اللي تضربها الميليشيات على بعض المنشآت وتذهب وتسقط على بيوت العراقين فأهل العراق هم من يدفعون ثمن هذه اللعبة لعبة عض الأصابع يعني وغيرها من الأمور التي يدفعها شعب العراق الحقيقة شعب العراق يدفع هذا هذا الثمن فبالتالي ما أريد أن أقول أن هذه الميليشيات لا تقول هذا الكلام من عندها هذا الكلام جزء من سياسة إيرانية جزء من سياسة مرسومة في طهران ويبلغون فيها لكي يقولوا هذا الموضوع يعني لو إيران أرادت أن تبقى القوات الأمريكية وعلاقتها مستمرة مع أمريكا والمشروع النووي ماضم في طريقة وماكو هذه الخلافات في بعض الملفات بين أمريكا بين واشنطن وطهران لما طالبت لما طالبت طهران يعني من فصائلها هذه الفصائل اللي سميها مقاومة هذه الميليشيات أن تطالب أمريكا بالرحيل القوات الأمريكية بالرحيل هذه القوات الأمريكية هذه عملوا مع بعض كانت هي هي التي تحمي أجواهم عندما يتحركون وعملوا مع بعض في مدن كثيرة ودمروا آخرها الموصل نعم بالضبط دمروا الموصل وكان التعاون واضح جدا جدا الميليشيات القوى الأمريكية الطائرات الأمريكية والأدفات اللوجستية كلها قدمتها أمريكا والخطط قدمتها أمريكا والميليشيات كانت على الأرض هذه وهذا وقع الحال وكانوا يستنجدون بها عندما يضيق بهم الحال وكان هذا المهندس يقول يعني الذي قتل يقول عندما كانت تتوقف عندنا في منطقة معينة يعني نتصل بالأصدقاء يقصد الأمريكان نعم يتصلون بهم لكي يعالجوا هذه الأهداف بالتالي هناك خدمات تخاذهم كبير المشروع واحد الهدف واحد تلتقي إيران وتلتقي أمريكا في هدف واحد في العراق هو ضعاف العراق هذا الهدف واضح تماما في طهران وفي واشنطن أن العراق يجب أن يكون ضعيفا لذلك تلتقت أهدافهم وبالتالي هم يسحون إلى هذا الهدف وهذه الميليشيات جزء من هذه القضية في ذلك عندما يصرحون إخراج القوات الأمريكية والبرلمان البرلمان هو جزء من هذه الميليشيات وهو يؤلف هذه الميليشيات هي صورة من صور الميليشيات هذه المتكونة داخل البرلمان صور ميليشياوية فالتالي البرلمان من يصدر قرار مثل هذا هو غير ملزم أساسا لكن مع ذلك مع ذلك يعني وان شرعية هذا البرلمان وان شرعية الحكومة بغض النظر عن هذا الميليشيات لكن مع ذلك هم لا يملكون هذا القرار القرار هذا جاء من طهران وبالتالي ممكن أن يتراجعون عنه في أي لحظة إذا ما صارت تسوية بين إيران وأمريكا في عاهد بايت دكتور عبد الحميد يعني الكاظمي أرسل وفد إلى إيران للاستعانة بطهران من أجل تغيير مواقف بعض القوى السياسية ودفعها للتهدئة مع حكومة الكاظمي في أي إطار يمكن وضع هذا الموقف يعني للأسف هذا الموقف أو هذه الخطوة جاءت فاضح للكثير مما يتستر عنه هؤلاء يعني طبعا إيران والميليشيات لا تتستر من ولاء بعضها لبعض وسيطرة إيران على الميليشيات لكن الكاظمي ومن معه بهذه الخطوة هو اعترف أولا بضعفه السياسي وضعفه الميداني وأنه ليس لديه ولا لحكومته ولا لدولته أي سيطرة على هذه الميليشيات ولا يستطيع اتخاذ أي قرار ولا تسمع ولم تسمع له فهي تسمع لإيران وهذا أمر فضح واضح مكشوف تعترض به الأطراف لكنه هو اعترف به الآن أمام العالم كله الأمر الآخر الذي هو أيضا اعتراف ثاني هو الاعتراف بأنه قوى السياسية المشكلة لهذه العملية السياسية لحكومته التي يتبجح البعض لأنها وطنية وإلى آخره من أكاذيب وشعارات براقة خادعة هذه القوى السياسية هي جزء من هذه الميليشيات والميليشيات جزء من هذه القوى السياسية إذن العملية السياسية عملية ميليشياوية ليست قاضعة لإرادة العراقي للعراقي ولا همهم القرار العراقي فهي كاشفة لهذا الزيف الكبير الذي يتبجحون به وبالمناسبة الشعب العراقي يعرف هذه الأكاذيب ولكنه ربما هذه تأتي كدلالات قوية وأدلة دامغة لمن لا يريد أن يسمع ولا سيما من المجتمع الدولي الذي للأسف لا يزال يتعمل هذه الحكومة ويتعامل معها على أنها حكومة إنقاذ وحكومة إصلاح وإلى غير ذلك من الأكاذيب على حساب الشعب العراقي دكتور قحطان نبقى في زيارة الوفد الإيرانيون أبلغ وفد الكاظمي بأن موضوع ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق لا يقبل التأجيل أو المماطلة ويعتبر بمثابة أمن قوم إيراني مستشدين بذلك بقاعدة حرير الأمريكية في أربيل والتي تبعد ما يقارب خمسين كيلومتر عن الحدود الإيرانية لكن السؤال المطروح من اللاعب الأقوى في العراق أمريكا أم إيران برأيكم دكتور أنا أعتقد أن قولك هذا بأن قواعد أمريكية في العراق تهدد الأمن القوم الأمريكي أظن هذه الضحكة وهي مغالطة كبرى لأن القوات الأمريكية الآن كواقع حال تحيط بإيران 360 درجة بدأ من تركيا أفغانستان فاكستان البحر العربي الخليجي عربي العراق وبالتالي هي في دائرة كاملة للقوات الأمريكية زاد ذلك أن القاعدة الأمريكية قادرة على أن تصل إلى أهدافها من أماكن بعيدة جدا فموضوع الوجود العسكري حصرا يهدد أمن القوم من إيراني هو جزء من ضحكة على الآخرين وتمرير الموقف ولكن من يقوى على أن يغير الواقع والحال لا أحد يقوى أن يغير الحال لا إيران ولا العراق من وجود أمريكي في المنطقة وفي العراق الوجود الأمريكي في المنطقة وجود استراتيجي لا يمكن أن تساوم على أمريكا بالمرة لأن وجود الأمريكي في العراق هو إن كان نتيجة طبيعية للاحتلال الأمريكي والفعل الأمريكي ولكن بات الآن دورات جدا قصوى لأسباب كثيرة اقتصادية لعلها في مقدمتها تلك الجهود الصينية الاقتصادية يجتور عبر مطلق الحرير لأن تكون الدولة الأولى في العالم وبالتالي لا بد أن تكون الأمريكي يد في العراق لكي تهير هذه القاعدة واحدة اثنين أن الصراع الأمريكي مع القوة الدولية في المنطقة بات مهجز أو بات يؤشر لصالح القوة الخارئة الأخرى كروسيا والصين طالما بقيت إيران فاعلة في العراق لأن فاعلت إيران في العراق لأن فاعلتها في المنطقة وبالتالي عملية إخراج الجيش الأمريكي من المنطقة لا يمكن أن يحقق وهو أمر بعيد بل هو استراتيجية أمريكية كبيرة ولكن هم يقولوا هكذا إيران وبعض الفصال التي تدعي أنها على خلاص معها أمريكا وبالأمس القريب كانت جزء من العملية العسكرية الأمريكية في العراق كله لأجل أن يبرر سلوكياتهم اللامنطقية الخارجة على منطقة شكل عام دكتور رافع هنا يتحدث البعض ما طبيعة خطورة الوضع على العراق والعراقيين عند قيام الميليشيات الحاكمة في العراق بالانحياز إلى جانب إيران في أي صراع تكون الأخيرة طرفا فيه؟ ما وجه الخطورة؟ الخطورة واضحة هنا أستاذ محمد واضحة لأن شعب العراق سيكون حطب هذه إلى هذه الحرب وهو دائما هكذا يعني الآن 19 سنة أهل العراق هم من يتحملون كل هذه المصائب هم من يدفعون الثمن لذلك تحدثنا عن لعبة عظل الأصابع أن ما تكون الحرب بكشوفة يعني بغض النظر عن توقعنا تكون حرب أو لا حرب لو افترضنا أنه ستكون حرب هي ستكون جزء من عندها الساحة العراقية ومن سيدفع الثمن هو شعب العراق لأن هذه الميليشيات وهذه القوى ومخازن سلاحها وتصرفاتها وحركتها داخل الشعب داخل بيوت العراقين داخل المدن العراقية داخل أرض العراق وعلى أرض العراق فبالتالي أي ضرب أي قصف أي فعالية عسكرية ستؤثر على العراقين وسيدفع على العراق الثمن وأي استباحة لجيش معين أو استباحة لطائرات معينة صواريخ معينة ستدفع من قيم العراق وحيبة العراق وهذه اللي استباحوها وهم حقيقة هؤلاء الذين حكموا العراق بالنسبة على السنة فبالتالي الخطورة أن ينزلق العراق إلى هاوية كبيرة أن يخسر العراق من أهل الكثير نتيجة هذه الصراعات التي لا لاقت له ولا جمل فيها نعم دكتور يعني الحقيقة يحملونه يريدون أرض العراق ساحة لصراعاتهم فقط وأهل العراق عليهم أن يتحملوا هذه النتيجة لذلك الخطورة تكمن هنا دكتور عبد الحميد تحدثنا عن الأسباب والأهداف الآن نتحدث عن ربما تكون هناك حلول لهذه المسألة بدقيقة ونصف لو سمحتم هنا كيف تنظرون إلى حقيقة الحل المطلوب لإنهاء هذا الوضع الأخير الذي ينزلق إليه العراق يوم بعد آخر الحل ما ذكرناه في هيئة علماء المسلمين والعديد من القوى الوطنية العراقية منذ بداية الاحتلال إلى الآن والحل ما ذكره ثوار الساحات التظاهر ثوار تشرين ومن قبلها ثوار الشباط والمحافظات المنتفضة قبل سنوات الحل في إزالة أسباب هذه المشاكل هي المشاكل وليس مشكلة الأزمات متداخلة بعضها يكمل بعض المشاكل الاقتصادية المشاكل السياسية المشكلة الأمنية سيادة العراق كلها هذه المشاكل هي سببها هذه العملية السياسية التي جاءت بهؤلاء الفاسدين والمجرمين والتي مكنت لهم من رقاب أبناء الشعب العراقي واقتصاده وغير ذلك فالحل في مشروع وطني حقيقي يبنى على أساس المحافظة على العراقي والاستعادة سيادته ومكانته الدولية والمحافظة على ثرواته ويعادة بنائهم داخلية وتقديم الخدمات وحقوق الشعب العراقي استعادة حقوق الشعب العراقي كاملة ليس مجزأة لاحق لول ترقيعية وليس بمحاولات خادعة هنا أو هناك أو تغيير وجه أو تبادل مناصب ونحمها الدكتور عبد الحميد العاني الناتق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور قحطان ما هو الحل المطلوب لإنهاء هذا الوضع تفضل بدقيقة أو نص حياك الله أخي العزيز أكيد لا يختلف اثنان على أن الحل في أي بلد يجب أن يكون على يد أبنائه حتى يتبقى إيرادة العراق البلد قائمة وفاعلة فإيرادة العراق ثورة تشريئين وتحولها إلى حد معين إلى آلية أخرى أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وتأثيرا لعل أحدها وأشكالها هي العصير المدني العام والسلوك العام الشعبي هي أحد الطرق الأساسية والثاني نتوقع أن لأمريكا رأي آخر في المسألة أن تساعد في ترتيبة معينة باسم المجتمع الدولي ومحراب السيرهاب لاحتواء أسباب لا أمن في المنطقة والسلاح المنفلد وقد يؤدي ذلك إلى تغييره الماء بإدارة الماء دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العم السياسية شكرا جزيلا لكم دكتور رافع ما هو الحل المطلوب الحل بالتأكيد أستاذ محمد في الشعب العراقي يعني أهداة هذا الحل هو الشعب العراقي بالتأكيد لا حل لا يأتي إلا من الشعب العراقي وبالتأكيد هو من خلال مشروع وطني كما تحدث الدكتور أخي دكتور عبد الحميد شاروا كثير فيه أي تعلماء المسلمين والقوى الوطنية الأخرى كثيرا ما شاروا إلى مشروع وطني يحتاج العراق إلى مشروع وطني وهذا ما ندت به ثورة تشرين مشروع وطني تنبثق منه حكومة وطنية تراعي مصالح العراق وتراعي مصالح العراقيين تحرص على العراق والعراقيين تنأى بنفسها عن كل هذا هؤلاء إذا ما استمروا إذا ما استمرت هذه العملية واستمر هذا الدستور الكسيح في حكم العراق سيوجه العراق إلى علاق كبير الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة